السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تعليقنا على كلام الشيخ خالد بحميد الأنصاري حيث تكلم عن مسألة تبديع السلفية للأشعارية سأعلق على كلامه وهناك كلام آخر له سأعلق عليه في موضع آخر بإذن الله تعالى نأتي إلى السلميين اليوم نسألوا هل الأشاعر مبتدعة لا يترددون الأشاعر مبتدعة هذا صحيح هذه الجزئية صحيحة لماذا لا يترددون نشأوا على هذا هذا الكلام غلط فهم ليسوا لا يترددون لأنهم نشأوا على هذا بل لأن عندهم الدلائل على أن الأشعارية جاءتهم الآيات وجاءتهم الأحاديث ثم خالفوا كثيرا منها خاصة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وكذلك في مباحث الإيمان والقدر وما شابها هذه المباحث فخالفوا فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة فليس القضية نشأوا على هذا نسألهم هل هم لم يدخلوا في دائرة أهل السنة أو دخلوا وأخرجوا السؤال هذا لا أرى أن له منفعة دخلوا وأخرجوا ما معنى ذلك أهل أنت تتكلم عن شخص صار سنيا ثم رجع أشعريا هذا السؤال بنفسه غير واضح هنا سيختلفون لأنه ليس عندهم تأصيل لا الحمد لله عندنا تأصيل والأصل أنهم طالما أنهم لم يلتزموا الأصول السنية ولم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتبعها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين فهم ليسوا من أهل السنة هم خارجون عن السنة بعضهم سيقول لم يدخلوا أصلا دائرة أهل السنة وبعضهم سيقولوا دخلوا وأخرجوا أنا لا أعرف هذا الذي يقول دخلوا وأخرجوا ليتك توضح لنا من هو تسأل الأوائل إذا لم يدخلوا دائرة أهل السنة إذن هناك ضابط لمن؟ للسنة من خلال هذا الضابط نعرف أنهم لم يدخلوا دائرة أهل السنة هذا صحيح ويوجد ضابط للسنين بحمد الله سبحانه وتعالى فما هو ضابط السنين؟ سأجيبك بإذن الله بعد أن تذكر لنا الإجابات الافتراضية التي يقول إنهم سيجيبون به ماذا يقول لك؟ يقول معروف طيب ما هو هذا الضابط المعروف؟ بعد أن يفكر يقول هو الذي يوافق أصول أهل السنة المسلم يدخل الإسلام بأصل واحد وهو الشهادة ولو خالف بقية الأصول والسن لا يدخل إلا أن يوافق الأصول كلها المثال الذي ذكره لا ينطبق على المسألة أبدا هو يتكلم عن الذي يدخل في الإسلام أنه يدخل بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عندما يعتري هذه الشهادة شبهة عند ذلك الشخص قد يزاد عليها فمثلا النصراني يزاد على الشهادة عندما يشهد وهذا جاء في الحديث صحيح البخاري يقول وأن عيسى عبد الله ورسوله لأن بابا من أبواب كفره كان متعلقا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإذن قد يزاد في الشهادة ما يتعلق بنفي الشرك الذي تلبس به ذلك الشخص هذا أولا ثانيا الحكم على الشخص بأنه سني هذا حكم عليه بأمر زائد على الإسلام بأنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلو قلت لك فلان ما طبق العادات والتقاليد أثناء أكله فتقول هو يدخل البيت أبدا بخطوة واحدة أما أثناء الأكل بدك تكلمني عن العادات والتقاليد فأقول لك هذه مسألة وهذه مسألة انضباطه مسألة تختلف عن مسألة دخوله فالآن بالنسبة لحصول أهل السنة حينما وجدنا طوائف أو وجد علمونا من السابقين طوائف خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت هديه وخالفت الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى وخالفت ما كان عليه المسلمون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فقالوا هذه ضوابط معينة من خلالها يتبين لك الذي اتبع السنة من الذي لم يتبع السنة فهذه مسألة ودخول الإسلام مسألة أخرى تسأله ما هي هذه الأصول؟ اقرأ الكتب إذا كنت تحكم عليهم بأنهم ليسوا من أهل السنة لا بد تعرف ضابط السنة وإذا كان ضابط السنة موافقته للأصول لا بد تعرف الأصول نعم الأصول معروفة وواضحة قد تكون أنت التقيت بشخص لا يحفظها ويستطيع بحفظي أن يسردها لك سردا فأحالك إلى متن من المتون التي ضبطت لنا أصول أهل السنة مثل أصول السنة لإمام أحمد أصول السنة لعلي بن المديني اعتقاد السلف الذي كتبه الرازيان أصول السنة لإمام الحميدي هؤلاء كلهم جمعوا لك الأصول والضبابط التي من التزمها كان سنيا والذي لم يلتزمها لم يكن سنيا قد يعدد لك أصول اجتهادا منه لا هي القضية قد يعدد لك أصول اجتهادا منه إذا كنت تحكي عن تجربة معينة ناقشت فيها شخصا معين لا يصح أن تحمل كلام هذا الشخص المعين الذي ناقشته والذي اجتهد في هذا الكلام لا يمكن أن تحمل رأيه واجتهاده أو طريقة كلامه وطريقة حواره على جميع أهل السنة فهذا من الظلم فالأصول التي هي أصول أهل السنة ليست اجتهادا من شخص بل كتب فيها علماء كثر فتجد أن جميع الذين كتبوا فيها متوافقون متفقون إلا في بعض الجزئيات وهذه الجزئيات في بعض الأحيان يسوغ فيها الخلاف فلا يخرج مخالفها من كونه من أهل السنة لكن في مجمل ما كتبه أهل العلم في هذا الباب هي أصول متفق عليها عند السلف وليست أصول اجتهد فيها شخص فالتجربة الخاصة يرجى عدم تعميمها فتقول له هذا يقتضي أننا لا نحكم لأحد بأنه سني حتى نتأكد أنه موافق للأصول قل لي أن من شيخك في هذا الزمن الذي تثق بكلامه الشيخ فلان هل هو سني؟ أكيد كيف عرف؟ وافق أصول أهل السنة؟ هل استقرأت كلامه؟ لا إذن يلزمك أن لا تجعل شيخك سني وكل الناس هنا وكل العوام لا تجعلهم سنيين حتى نتأكد هل وافق الأصول أم لا؟ من الأدلة أن كان الأولى أن لا تقول هذا لازم الكلام الأولى أن تقول هذا رأي أو هذا ظني فنحن نبين بإذن الله الخطأ في هذا الكلام الخطأ بارك الله فيك أنك لم تفرق بين الحكم على الطائفة وبين الحكم على الشخص شوف بدأت المثال بالحكم على الأشعرية وانتقلت من هذا إلى تطبيق عملي على شخص سني أننا لا نقبل أنه سني حتى نتتبع آراءه وأقواله ونفحصه ونمتحنه ولم تفرق بين الحكم على المتعلمين والحكم على العوام أيضا هذا فيه فرق فهذه الأصول هي الأصول الضابطة لمنهاج أهل السنة نعم ولكن قد يكون بعض العوام إذا أردنا أن نتكلم عن العوام قد يكون بعض العوام أساسا ما درسها الأصل عندنا في الناس السلامة إلا في حالة الشك يعني إذا ذهبت إلى أرض شيعية إلى مدينة شيعية أكيد لن تقول الأصل في الناس السلامة وإنما ستقول الأصل بهم أنهم شيعية أنهم من الشيع لكن إذا ذهبت إلى أرضا فيها المسلمون فيها أهل السنة فعند ذلك الأصل فيه أنه سني حتى يبدو لك خلاف ذلك لأننا لا نقول بمبدأ أن الأصل فيه البدعة حتى نمتحنه ونثبت أنه من أهل السنة لكن إذا كان هو أساسا منتمي إلى طائفة بدعية فأكيد هو مبتدع لأنه هو منتمي لهذه الطائفة فأخذ حكمها فلا أحتاج إلى أن أتتبعه وأن أفحصه وكذلك السني الذي ينتمي لأهل السنة ويعظم أئمة أهل السنة ويدرس كتب أهل السنة ويدرس كتب أهل السنة أنا لا أحتاج إلى أن أتتبعه حتى أحكم عليه فالأصل فيه أنه سني حتى يبدو منه مخالفة لأهل السنة وهذه المخالفات على درجات والتعامل مع المخالف فيها له أيضا درجات وهناك منهجية معينة للتعامل مع السني المخطئ الذي خالف فمثالك بارك الله فيك مختلف جدا لا أدري ما الشخص الذي التقيت به وناقشته وخرجت بهذا الكلام الذي أعممته على الجميع من الأدلة على بطلان هذا الرابط أن هذا يقتضي التثبت أولا هو يقتضي عندك التثبت أولا يعني الآن إذا أردنا أن نتكلم عن من هو المسلم متى يخرج الإنسان من الإسلام يخرج من الإسلام إذا اعتقد بأن نبي من الأنبياء كان كاذبا إذا اعتقد بأن القرآن محرفا إذا اعتقد بأن القرآن كلام البشر إذا اعتقد بأنه لا يوجد بعث بعد الموت كل هذه إذا اعتقد بواحدة منها وهناك الشاء كثيرا لا تحصى إذا اعتقد بواحدة منها يخرج من الإسلام ولا إخالك تخالفني في واحدة من هذه التي قلتها أن من خالف فيها يخرج من الإسلام فهل أنت لا تحكم على الإنسان بأنه مسلم حتى تفحصه وتمتحينه في هذه الأمور؟ ما أتوقع ذلك إلا في حالة الشك فكذلك بالنسبة للحكم على الإنسان بأنه سني وهذا لم يعمل به أحد لا يوجد في أي زمن من الأزمان لا يحكم على الناس بأنهم سنيون حتى نتثبت المشكلة أين؟ المشكلة أن هذا الكلام هو إلزام أنت أتيت به من عندك وهذا الذي أتيت به من عندك قلت إنه ما عمل به السابقون وبالتالي هو غلط وبالتالي كلامكم غلط لا هو إلزامك هذا بنفسه هو الغلط وليس كلامنا لا يوجد هذا من هنا ندرك أن السلفيين المعاصرين علمهم مبني على التقليد وليس مبني على التأصيل بحمد الله نحن عندنا تقليد فنقلد السلف ولا نخالفهم كما خالفتهم الأشعارية الذين أنت تدافع عنهم ومع ذلك فإن عندنا تأصيل لهذه المسائل بحمد الله سبحانه وتعالى فنحن أخذناها تقليدا وعلما وعقلا وفهما ودراسة بحمد الله أسأل الله أن يهديك والسلام عليكم